أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أن رئيس الإيراني حسن روحاني أشار خلال لقائه وزير الخارجية الألماني أمس الأربعاء أشار إلى أهمية اقتنام إيران وألمانيا الفرصة الثانحة بعد تنفيذ الاتفاقية الشاملة في البرنامج النووي الإيراني من أجل تعميق التعاون في مختلف المجالات أكد حسن روحاني اليوم ذاته على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية الودية على الأمد الطويل ووضع خطة تعاون اقتصادية بين إيران وألمانيا مشيرا إلى أن مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والسكك الحديدية والسياحة ستكون المجالات الرئيسية لإجراء التعاون بين الجانبين من جانبه قال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير إن بلاده تعتزم تطوير العلاقات مع إيران على جميع المستويات بما فيها السياسة والاقتصاد والثقافة مضيفا أن التبادلات بين وفود البلدين ستفتح الطرق للاستثمار كما أكد الرغبة الشديدة للمؤسسات الألمانية في الدخول إلى سوق إيران جديد بذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفعا مؤخرا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران وحققت إيران تقدما مهما في إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي بزيارة إلى إيطاليا وفرنسا بهدف استئناف التبادلات السياسية والاقتصادية والتجارية مع أوروبا ترجمة نانسي قنقر